اشتركوا في القناة 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 ماذا تعيش يا سامي رفل؟ الجو قارس هنا وهذه الجبال ومرة نجيب خفزة مرة أعطيها الجمارة لا يعطيها واش ليه لم يكن لدينا ديور هنا لم يكن لدينا الكرام وخانا سوف نقام معك لأن النور رائع أكثر إذا كان ممكن تريدك تطور الكاميرا لهذه الجبال وعطيني شي ضار واش كتبين نحن في الجبل هنا لم يكن لدينا ديور ينضار واحدا اللي ينفج جبل مخرج سيشام شكرا لك كتنور معنا الرائع العام في الموضوع هل هذا العشيشة اللي عندكم هنا بحلق؟ بحلقه ديب وش عام العام وانتي وياكو؟ ديما بحلقه ينوبية باركي خمستاشر عام بحلقه خمستاشر عام وكو معاكو؟ هل مرتين يجيب لكم تأخب زمعك؟ والود قول قول أخوي الموتوب يجيو إحنا هل كنت قطعوا هنا على الجبال هل هي اللي بغيت يسأل؟ هل هي اللي بغيت يسأل؟ بغيت شي لكينا أخوي عندي عيني مرة ناخد تكتيرا مرة مرة ما ناخدها ذو القرية داراني على الجيد وصابرا أخونا مركبها أستيناعية؟ أستيناعية مرة هادي كنشو شو ودي كنشو باشوية مرة ما ناخدها دايرى عجلال مركبها عجلة دايرا العينية لا أحوي لي يجيو إنسان البرد هنا ياه تقول قاسية مشاهدين الكرام أنا سأتوسع ماء في الموضوع دورنا ونوصل الصوت إلى هذا الناس أنت يعيشوا في هذا الجبل وهناك هنا الجبال والسيد مشكور من المتتبعين اللي قدروا يوصل التليفون ديالي وربط به الاتصال والكلام اللي قال لي كان صادق صراحة وعندهم هذا العشيشة في هذا الجبل ويقوم بإمكانهم في المعاناة وصندالة ميكا وخبزة ونحن في المغرب أنا دابا هنا ودرني البرد ولكن سأذهب إلى المدينة ولكن هؤلاء الناس عاروا معلمين الذين يعيشوا هنا خمسة عشر سنة ومزوجين قال لي عييت منطقات في الخدمة هنا وعييت وصل 60 سنة وتيبان بحيلا عنده 80 سنة صندالة دي الميكا في هذا البرد سيدة عندها غعين خبزة هي الخرامة كالدورش لادو لامة عندهم هذا الحويط هذا قلسين فيه ما شاء الله وشاهدين الكرام شرحوا الواضحات من المفطيحات سنرى الكلمة الأخيرة مع حيضر حيضر قل لي اللي بغيتي قل لي يارغي يشوفك الناس ونضع رقم الهاتف ديلك والمغرب أولاد الخير وما غاديش يدوزوك قل لي اللي بغيتي اللي بغيتي أخوار أخوارا من المحسنين اللي يجاوزوهم اللي بغيتي يعونوني أراد الدروف قاسية اللي كنعيش بها أنا ما عندي الأحلي سوى الله تعالى هو اللي عندي الله يزعلم المحسنين الله يزعلم الحسن إليك والله الحملي مواردين وانا عندي أخوه وانا واخوه أنا دوى عندنا السندالة يددين الميكا وكنعيش بدروف قاسية قاسية جداً دحلي فرحم سوى الله تعالى مكن؟ ز Bilif الذين قدرت ان تفكروا كم من بعيد في هذا الرحل السوق لا يكون ذا نفسك لا أخوة كلها السوق كلها السوق مكن يتوقع هذا الطراق قاسية عندك تليفون هذا يقوم برحمة الهاتف كيف تيالك الله يفرج عليكم يا ربي المشاهدين الكرام كما تبعتم معنا هذا هو واقع الحال القيمة في المعاناة بين حيضر وساميره حب بيناتهم زواج لكن الوضع قارهم بشكل كبير هذا الوضع بهذه الطريقة ساكنين في هذه الجبل كما تشوفوا معنا أنا لم أقدرش نحبس في الكلام والله العظيم لأنه القيمة في المعاناة سوف نفل تحتلائيا كان ممكن غير باش وصلنا لهذه الجبل سنظر أنا عندهم كينا مسافة وكينا صعوبة هذه الهضاب هنا بطبيعة الحال وهذه الناس في هذه الجبل وكي تكزز وقتلهم البرد القيمة في المعاناة مشاهدين الكرام تنطلبوا الله عز وجل والمغاربة كل من ساهم أو ساعد في هذه الناس أجروا محصوم عند الله عز وجل أنا غي سابه باش نوصل الصوت إلى هذه الناس السيد اللي هو التصل بيا كلها مصادق وانا جيت لعندهم وغضو الوطع ديالهم حيضر عنده واحد الهاتف صغير غدين وضعوا راقب الهاتف دياله والله عز وجل هو اللي يخلص المحسنين مشاهدين الكرام أرجوكم نساعدوا هذه العائلة والله العظيم يلعجز تلك الكلام التعليق المواطنين شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم